مرحباً لكم أصدقائي صباح الخير طبعاً النهاردة زي كل أسبوع بنلتقي ببرنامج كل الناس هنتكلم النهاردة في موضوعات مهمة جداً وهنتكلم في حكايات وهنتكلم في حاجات كتير احنا متعودين عليها وهنعلن كمان أسماء الفايزين اللي مقدرناش أن احنا نقولها الأسبوع اللي فات هنقولها النهاردة أكيد كلنا مستنيين السؤال الجديد الأسئلة الجديدة ومستنيين كمان مين اللي فاز معنا الأسبوع اللي فات كان في مدرس في فصل من الحصول طلب من كل طالب أنه اداله بلونة ويكتب على اسمه على البلونة كل الأطفال نفخوا البلونات وكتبوا أساميها مع البلونات وراح واخد منهم البلونات المنفوخة وحطاها في أحدى الغرف بعد ما خلص اليوم الدراسي طلب من الطلبة أن هم يخشوا هذه الغرفة وكل واحد يجيب البلونة بتاعته حاولوا أن هم يخشوا الغرفة دي علشان يجيبوا كل واحد يجيب اسمه وجيب بلونته ما قدروش لأن البلونات كانت مالية أو غرفة بالكامل يعملوا إيه؟ فراح جاي المدرس راح نقضي طالب من الطلبة وراح ندخلوا لوحده جوه الغرفة دي وابتدى أن الطالب ياخد بلونة كل بلونة ينده عليها اسم اللي موجود عليها ويدهي له ياخد بلونة تانية ويندهي الاسم ويدهي له لكن لما جمت دفعوا مرة واحدة علشان ياخدوا البلونة ما كانش صعب كان صعب أن هم يخشوا كلهم الغرفة علشان ياخدوا البلونات بالتعاون بالحب هنقدر نساعد بعض بالتعاون بالحب هنقدر نوصل له هدفنا بالتعاون بالحب في كل العمل فأي عمل بنعمله مع بعض أكيد هننجح وبالتعاون وبالحب بيشاركني العمل وبيشاركنا بتقديم هذا البرنامج الفنانة السوسة الربيع صباح الخير صباح الخير حمد النهاردة عايزين نتكلم عن موضوع جديد عايزين نتكلم عن دايما لما بنتقابل ونعب مصحبنا ونعب مع الناس بنشتكي من الزمن ونشتكي من الناس ونشتكي من كل الحاجات السيئة اللي حصلت في حياتنا طب ما تيجي النهاردة وإحنا قاعدين بيسمعونا على المشاهدين وكمان وإحنا بنتكلم نفتكر الحاجات الحلوة اللي حصلت في حياتنا والله هو اقتراح حلو طبعا اقتراح جميل إحنا دايما بنتكلم عن السلبيات مرة فعلا نحاول نتكلم عن الإيجابيات بس برضو هنلاقي السلبيات بتقتحمنا هنتكلم طب بس يعني تعالي نقول إيجابيات كتير الأول يعني ناخد جزء كبير من الإيجابيات ونطلع من هذه الإيجابيات إيه السلبي أو ممكن نعالجه زي يعني لو قلنا موقف من مواقف اللي حصلت يعني أنا حصل معي موقف من مواقف الزريفة جدا صحية الصبح لقيت العجلة بتاعت العربية نايمة يعني شوية فقلت غيرها لقيت الاستبني كمان نايمة فمشيت بالعربية بالغاية ما قلت ألاقي أي بتاع كاوتش محل كاوتش فاتح كنت بدري وأصلح الاستبن وأصلح العجلة فأول واحد بتاع كاوتش لقيته لقيته قفل فطبعا مش همشي بالعربية كده العجلة هتبوز يعني فركنت العربية وأخدت تاكس بس قدام بتاع الكاوتش بشوية واتأخرت جدا في الشغل ورجعت بالليلة للساعة 12 العربية ساقبها فرجعت لقيت العجلة معمولة والراجل صاحب محل الكاوتش قافل يعني خلاص أنا تأخرت كمان فقافل فضلت على كده يومين بروح للشغل وارجع متأخر بروح للشغل وارجع متأخر بعد أسبوع قابلت الراجل صباح الخير صباح النور أنا كنت سايب عندك أه أنت لصاحب قلت له أه إيه اللي عملت وقال لي أكيد أنا لما شفت العربية لقيت العجلة ناية ما عرفت أن أنت كنت جاي تصالح يا ربية تصالح العربية فأنا عملتها لك طب الحساب إيه ما كانش عايز ياخد الحساب هو خد الحساب في الآخر لكن أنا بتكلم على الإحساس على الطبيعة على أن هو لوحده عمل شغله بدون انتظار مقابل مع أن أنا مقابلتوش جرب بعدها بأسبوع ممكن يكون يتخيل أن أنا ممكن مقابلوش تاني لكن تخيل هي دي الشاهمة المصرية هي دي الجدعانة المصرية هي دي حلاوة اللي موجودة في مصر اللي مش هتلاقيها في أي بلد عربي أو مش هتلاقيها في أي بلد في العالم لا والله مرضو موجودة للأمانة فعلا يا محمد موجودة في الدول العربية يعني يمكن أنا جوزي اللي ويرحمه اتعرض لموقف كده في السعودية بالتحديد في الرياض كان أول مرة يوصل السعودية كان محجوز له سكن فندقي فحاول إن هو يبحث عنه ركب مع سواء تاكسي هندي السواء عارف إن هو غريب وجديد استغلوا يعني لف بي لفة كانت الساعة 2 الصبح تقريبا فاللي حصل إن هو نزله في مكان وقال له هو ده السكن فدخل اكتشف إن مش هو لا المكان ولا السكن فبقى وقف فعلا بشونته مش عارف يتصرف فجأة وقف قدامه شاب سعودي بعربيته حقيقية فوقف له قال له فقال له إن عايزة روح المكان الفلاني يعني اداله العنوان وكده تخيل إنه فعلا فضل معاه نزل السوبر ماركت جاب له مياه وجاب له عصاير وجاب له حاجات وفضل معاه ما سابوش لحد ما وصله للسكن فندقي يمكن أكتر من ساعة لربع وهو إياه وسايب كل ما صالحه والساعة تقريبا كانت تلاتة صباحا وما سابوش غل لما اتطمن إن هو وصله للمكان اللي هو عايزه فالشهامة العربية موجودة كمان ما أنا عايزة أقول لأ يعني أنا شوفي شوفي لما احنا بنتكلم على الإيجابيات بنتكلم وإحنا مبسوطين طبعا وأكيد الناس اللي بيشوفونا وبيسمعونا كل واحد هو قاعد قدامنا دلعة أو بيسمعنا بيفكر في دماغه إيه إيه حاجة الإيجابية اللي تمت في حياته وكان سعيد إنه هو اتعاملت معاه ده كمان إنت ناسي كمان الإيجابيات اللي إنت ممكن تكون عملتها مع حد تاني إيه إيه موقف تاني إيجابي وحصل معايا كنت شوفي يعني ممكن أنا معايا مش عارفة حظي حظي دايما للسلبي مش عارفة يعني هو أنا ليه مش محظوظة في موضوع الإيجابيات ده يعني دايما السلبيات بالنسبة لي بتقابلني أكتر يعني لكن طبعا إحنا ما ننكرش إن فيه ناس لسه طيبة وناس بتساعد وناس جدعة جدا وإحنا على فكرة شعب جدع بجد يعني وعندنا شهامة ومزالة الرجولة ومزالة الشهامة المصرية والعربية موجودة فينا وحتفضل يعني الخير في أمتي إلى يوم الدين فأكيد حتفضل جدعنتنا وشهامتنا هي يمكن قلت شوية نظرا لاختلاف الظروف لكن موجودة بتطلع وقت اللزوم حاجات لك على القصة اللي حصلت معي في المترو بس دي قصة مش ممكن الأسبوع اللي فات كنا بعد ما حضرنا المصرحية بتاعت المتفائل عند الفنان السوسن المصرحية ممتازة جداً ومصرحية رائعة بجد أنا بدعوا كل المشاهدين إنهم يروحوا المصرح القومي يتفرجوا على عمل رائع عمل يستحق المشاهدة عمل تمثيل جيد إخراج جيد كتابة جيدة كمان عمل مبهج بجد تحسن فيه بالسعادة وتحسن أنت مفروض جيكور إضاءة الحقيقة ملابس مكياج الحقيقة مش عشان العمل أنا شغالة فيه لكن بجد إحنا الحمد لله اللي بيجي بتفرج على المتفائل مرة بيجي اتنين وثلاثة وعشرة كمان يعني قولنا بقى الفريق العمل علشان مشكورهم طبعاً إحنا فريق العمل الممثلين أنا أخشى طبعاً الفنان سامح حسين على رأس العمل الفنانة صهر الصاير الفنان يوسف اسماعيل الفنانة عزة الزين الفنانة آيات مجدي طبعاً فيه الشباب الواعد من مصرح القومي فيه أحمد سمير زكريا معروف تمر الكاشف يعني معاناً الحقيقة رضا طلبة معانا مجموعة كبيرة جداً من الشباب وطبعاً الجيكور الحقيقة مهانس الجيكور الجميل حازم شبل الإضاءة الأبو بكر الشريف المزيكة الدكتور هشام جبر الاستعراضات دياء شفيق طبعاً الإخراج لإسلام إمام المبدع الشاب المبدع حقيقي نسينا التأليف التأليف هو إعداد هو نص الكنديد لفولتير وهو إعداد إسلام إمام يعني هو إعداده وإخراجه تمام بعد ما خلصت المسلحية كان وقت متأخر جداً فركبت المترو عشان أرجع للبيت فما افتكرتش أن أنا أنزل المحطة بتاعتي فالمترو وصل لغاية نهاية لغاية نهاية الخط في المرج الجديدة بعد ما المترو راجع فأنا قلت خلاص مش مشكلة خليني في المترو وأرجع تاني المحطة اللي أنا مفروض أنزل فيها ففعلاً فضلت موجود في المترو المترو كان متأخر طبعاً ما فيش حد رجل المترو كنت أنا الوحيد فالمترو رجع تاني أول محطة ميشي ما وقفش التاني محطة ميشي ما وقفش برضو ما بيوقفش التالب محطة نفس الموضوع لغاية ما جي ما بين محطة العين شمس والمطارية وراح عمل سطب وقف وراح طفي النور وخلاص تحبست في الفترة دي هو المترو ده كان طرع يجرش خلاص يعني ده آخر مترو الاتجاه لرايح المرج ومش هيرجع تاني حلوان ففي المنطقة دي بيجرشه والباب بتقفل خلاص والدنيا كلها ضلمت مستني طبعا عشان المترو يتحرك مش عارف ان هو يتحرك فقلت طبعا عمل ايه طبعا في المترو ما ندهوش ان ده يا جماعة اللي موجودين في القطار او في المترو ده آخر مترو رايح يجرش ده ما حصلش ما دي سلبيات يعني ازاي ينزل ويتش لو دي سلبية هو ماشي لكن انا بتكلم بقى لها حاجات الإيجابية الحلوة اللي جاية في الطريق طبعا نص ساعة ساعة قاعد في المترو ما فيش حد موجود خالص المترو هو في مكانه اعمل ايه طبعا طلعت على جوجل اتصل بالخط الساخن لمترو الانفاء او اتصل باي حد اتصلت فعلا بالخط الساخن الارضي ما كانش موجود كان مرفوع من الخدمة فلقيت ان فيه خدمة اه خط الساخن تاني اه ودع علشان الابلاغ عن التحرش في المترو فعلا اتصلت بالخط الساخن اه كان فيه مسؤول اه على ما اعتقد كان اسمه استاذ مختار رد علي و حكيت له الموضوع ان انا موجود في المترو اللي ما بين محطة عن شمس و المطرية وفعلا اتصل اه بالادارة وقال لي فعلا فيه ثلاث مترات في المكان ده بيجرشوا للصبح انا بعد حد من محطة المطرية اه ييجي للمترو اللي انت موجود فيه ويحاول انه يفتح رأيك البيجرش اثناء ما هما بيتكلم لي لقيت فيه حد معدي من جنب اه شريط المترو من جنب الشباك فاندعت علي لو سمعت لو سمعت فبيقول لي ايه اللي مطلعك فوق اللي قعدك هنا طوله بلعب فوق فقال لي عايزي طوله عايز انزل يعني عايز انزل اختفى فجأة لقيته مش ايه وبعدين بعد خمس دقيق لقيته جاي هو والسواق بصراحة دخلوا بالبان المترو من الداخلية وخرجت كان ده هو المسؤول الامن امين شرطة المسؤول عن حماية او دايما بيشوفوا المترو قطرات المترو وهي موجودة علشان ما حدش ينزل يسرق منها حاجة وفعلا خرجت من المترو وروحت محطة عن شمسه وخرجت من الباب وليت الامن مستني يعني لقيت بجد بجد الشيء ده ايجابي جدا ان انت تتصل بحده ان هو يستجيب ان هو يلحقك وان هو يبقى معاك في وقت انت مش عارف تعمل فيه حاجة دي نقطة عجابية انا بشكر كل القائمين على ادارة مترو الانفاق والناس الموجودين وعلى سرعة استجابتهم في انقاذ مش انا انقاذ اي حد ممكن يقع في نفس المكان اللي انا مكنت موجود فيه القصة انا عايزة احكيها هو اقول ان انت لو حصل معاك ده بالصدفة لازم نعلم ولادنا ازاي يتصرف عندك الشرطة تتصل بالشرطة عندك تصل زي ما احنا عملنا بالخط الساخن لمترو انفاع عندك حاجة كتير بس ما تستسلمش اهم الحاجة ما تفقدش الامل ولازم تبص لشيء ايجابي في حياتك دي من ضمن الحاجات الاجابية اللي في حياتنا نقول بقى عنديك ايه طب ايه السلبي لا السلبي مش عارفة طبعا السلبيات عندنا يمكن كمان في القيادة في انت وانت سايق عربيتك احنا اصبح فعلا عندنا مشكلة في قيادة العربيات احنا ماشيين دلوقتي بنسوق العربية وكل واحد ماسك الموبايل بيكتب رسالة او بيقرر رسالة او بيطلب حد او بيكلم حد واحنا بنسوق ننتبه عشان كده الحوادث بقت كتير قوي يعني بقت فعلا مستفزة الى جانب بقى كمان اللي ماشي على طول الكلاكس تي 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 يا جماعة في ايه هو حتى بيستفز الانسان بيعملك نوع من انواع الدستورش اه يعني انت بتلاقي نفسك منزعج جدا وما انتاش قادر تستوعب ده فبيخليك حاسي ان انك بتعمل حاجة غلط ماشي غلط في حاجة غلط من كتر معمال بيدي كلاكسات ولكن هي عادة هو تعود طول ما هماشي ايدي كده على الكلاكس طبعا ده يعني انت عارفة ان ده مش موجود برا خالص يعني ده برا بيتعرض لغرامة نتيجة استخدامه لجهاز الانزار اللي هو المفروض ان انت بتستخدمه في حالات معينة مش في كل ده احنا على طول على طول ايدينا على الكلاكس ده وكأننا على طول احنا في خطر يعني ده تستخدمه في حالة الخطر في حالة ان انت عايز فيه بتنبه لقدامك بشيء ضروري لازم يبقى معاك علشان كده احنا دايما بنسمعه فما بتفرقش معانا هو بينبهنا ولا هو بيلعب يعني فبقى عندنا خلط ما بين اللي لا كمان حكاية ان احنا ما بينسفش مسافة بيني وبين العربية اللي قدامي يعني لازم كمان حكاية ان انا اتخطر لقدامي بدون ما اراعي انه يعني وهو ممكن هو مش عمالة تعمل كده يعني كل ما تلاقي حاجة فاضية هي عمالة زجزاج ما تفهمش ازاي ما فيش زي زمان زمان كانت القيادة فن وزوق واخلاق دلوقتي بقت معلش اغلبها بلطجة يعني انا كده يلا وانا وبعدها الطفن وماليش علاقة بقى باي حد انا اسوق وانا عايزة اوصل بدري هدوس على الكل في طريقي وعشان كده احنا للأسف حوادثنا كترة قوي ويريت نرجع تاني نسمح لبعض بالمرور ونسمح لبعض ان ده يعدي قابلينا يعني ما فيهاش حاجة مش هيبقى برضو والله فيه كل الزحام واللي احنا فيه ده يعني فيه قرية على الفيس ان كان فيه مدرس في سواج انا بصراحة نسيت اسمه ان شاء الله الحلقة الجاية هسقط اسمه بس عجبتني الفكرة اللي هو عملها جدا وتحية وتقدير لكل المدرسين المصريين اللي بيقوموا بنفس العمل اللي انا احكيه ويا رب يكون زي ما هو عجبني يجي عجبكم المدرس ده جاي في الفصل بتاع اطفال في ابتدائي وابتدى انه هو يتعامل معهم وطلب من كل طالب انه هو يقول اسمه فوقف كل طالب يقول اسمه وسأله انت نفسك ايه لما تكبر تطلع ايه فالله عايزة تطلع دكتورة اللي عايزة يطلع صابت اللي عايزة يطلع مهندس اللي عايزة يطلع محامي وخد اسميهم وعارف الوظائف او الحلم اللي هم عايزين يعملون تاني يوم كل طالب رجع لقى مكتوب اسمه هو وظيفته يعني الزابط عماد الدكتورة صافي المهندس احمد الطيار فلان الطيار فلان وابتدى عند الهوم يقول يا صافي يا احمد لا الدكتورة صافي يا ماتر عماد وابتدى انه هو كل واحدنا دي باللقب او بالوظيفة اللي هو حابب النواية العلام طيب فضل على كده الولاد مبسوطين ابتدى انه يعملهم اللي ما يعملش الواجب يشيل منه اللقب الله علي اللي ما يعملش الواجب يشيل منه اللقب يعني بدل عقاب عقاب بدل ما اقول يا دكتور صافي لا يا صافي فبقت تحس ان فيه شيء مهم فقدته كل الطلبة في الفصل ده اللي بيتعامل معهم المدرس ده شطري لانه قدر ببساطة بسهولة انه يقدر يسعدهم قدر انه هو يخرج اجمل ما فيهم مش بالضرب يعني احنا عندنا حلول كتير جدا ممكن في حياتنا بس احنا اللي دماغنا ما بتخليناش نفكر بر الصندوق لا احنا للأسف ممكن نطلع يعني ايه عقدنا الشخصية احيانا بعض المدرسين للأسف في الاولاد والطلبة ويعقدوهم يعني ممكن تلاقي الطفل يقفل من مادة معينة ويكرهها وما يحبهاش بسبب المدرس او المدرسة اللي بيدرسنوا المادة دي لو تعاملنا معهم على انهم ولادنا وان احنا ما بنحبش نجرح اولادنا وبحب زي ما بنحسب ولادنا وبنعاقبهم اكيد بحنية فعلا حنخليهم يحبونا ويحبوا المادة وتقبلوا ومننا اي شيء حنقوله الحب بين الناس ده شيء جميل جدا احنا للأسف بنتعامل بقصوة وممكن بانا زعلان مداي عندي مشكلة اقوم انا انا انفس في الطلبة او في التلامزة حرام هما ملهمش اي زند بحياتي انا الشخصية اخرج من بيتي افصل هم حقهم علي انهم يشوفوني بشوشة بتحك في الشهم بتعامل بحب وبروح طيبة بدون انفعال وبدون عصبية وبدون قسوة هو ده اللي احنا عايزين نقوله ان احنا سهل جدا نغير من اسلوبنا للطالب او التلميذ اللي بيجي علشان يحضر الحصة او يتعلم محتاج من المدرس ان هو في البداية يحبه يعني احنا دايما كلنا نفتكر ان احنا كنا بنحب المادة اللي بنحب الاستاذ بتاعها يعني ما كناش بنحب المادة علشان المادة لا المدرس اللي بنحبه بنحب مادته وبنحب دايما ان احنا نبقى شاطرين في مادته يبقى هنا العلاقة الجيدة ما بين الطالب والمدرس يجب انها تبتدي من عند المدرس مش هتبتدي من عند الطالب لان الطالب كده كده هو مستقبل للي انت بتدهوله فطريقتك لهذا توصيلك للمعلومة وإدارتك للحوار معه هي اللي تخليه حبك أو يكرهك معه مش عايز بس أقول إن المادة نفسها لو صعبة أو مصعبة ده مهما يكون المادة صعبة أو المدرس بشووش وجميل حتى كمان إن احنا في الأعمال الفنية أو في الأعمال الدرامية أو في الأعمال حتى الغنائية لما بنيجي نعمل أغنية أو نعمل مسلسل أو نعمل عمل لو فريق العمل بيحبه بعض طبعا أنا مش أتكلم ومعنا نجمة كبيرة خادت تجارب كتير مع فنانين كتار أكيد العلاقة ما بينهم هي هتتكلم عنها أكتر مني الحقيقة فعلا لما تبقى علاقة الحب بين الكست وبعضه ده بيظهر يظهر للناس يمكن أنا خط في الآخر كم تجربة مسرح وأنا ليه بتكلم عن المسرح بالتحديد لأن يمكن الفيديو إحنا ممكن أشتغل النهاردة مع زميلة بكنا ما يبقى ليش مشاهد معاها أنا مش متواجدة معاها بشكل يومي بينما المسرح إحنا بنشوف بعض كل يوم مفروضين على بعض كل يوم لو ما كناش فعلا كوالسنا حلوة وبنحب بعض عمرنا ما هننجح لو فينا في سنة وعمر العمل ما الناس هتحب ولا تقبل عليه عملت تجربتين الحقيقة نوح الحمام والمتفائل في الفترة اللي فاتت دي الحمد لله رب العالمين كنت شغالة مع قسطين حقيقي حقيقي منتهى الحب يمكن نوح الحمام كمان كان معنا الفنان ياسر عزت والفنان ناشوة حسن والفنان إنسر مصري فنان أحمد مجدي والفنان إبراهيم البي وكان إعداد وإخراج أكرم مصطفى برضو كان جو سائد بنا حب غير عادي أنا عايزة أوصل لرسالة لأستاذ أكرم عمل جيد جدا اسلوب راقي جدا في تناول الموضوع فكرة حلوة عايزة أشكر كمان الموسيقى اللي كانت مصاحبة للموضوع محمد حمدي رؤوف جمدة جدا الدكور فادي فوكي الدكور حلو قوي كمان إضاءة عمرة أبضل والكلمات بتاعت المؤسرات الصوتية أو الأغاني اللي كانت مصاحبة للعمل كانت طالعة بشكل حلو جدا لا هو عمل صغير في المدة لكن قوي في مضمونه حلو جد جدا أنا استمتعت جدا لما حضرته هو قوي بشكل كبير وكثير من الفنانيين والإعلاميين لما حضروا أسنوا عليه وهو كمان واخد تكريم خمس جوايز الحقيقة في التمثيل في المهرجان القومي للمسرح جوايز تميز حصل عليها عرض نوحي الحمام طبعا برضو المتفائل على فكرة يمكن نفس الحدوتة بالنسبة للأشعار والموسيقى وانا يمكن بس تغفالك طبعا الشعر طريق عالي الحقيقة عامل غاني هيلة في المتفائل برضو المتفائل جو الحب اللي بيننا هو سبب نجاح العرض وأي عمل جماعة الحب هو بيبقى سبب نجاحه مفيش حب عمره ما ينجح طبعا احنا عايزين نقول ان الحب في كل في أي علاقة مش لازم بس الحب ما بين راجل ومرأة مش لازم يكون الحب ده لا الحب في كل حاجة انت بتحبها فأي عمل انت هتعمله بتحبه أكيد هتنجح عايزة أقول خبر أقامت أمانة شباب حزب مستقبل وطن في حي المرج بعمل حفلة حفلة من نوع خاص حفلة كلها حب وكلها سعادة بتكريم لعدد 200 طالبة من طالبات طالبة وطالبات من معاهد التعليم الفني التجاري الولاد دول كانوا في معهد فني تجاري جابوا مجموع وعملوا معادلة عشان يكملوا في كلية التجارة وده العدد ده كبير جدا في الحي في حي المرج علشان كده أقامت أمانة الشباب طبعا مع الأستاذ فريك ساكران قامت بدور مهم جدا في تكريم هؤلاء الطلبة على المجهود الرائع اللي عملوه لأنه فعلا المفروض ان احنا الطالب المجتهد نشكره لأنه فعلا هو على الأقل يحس ان احنا بنقدره وهو ده المفروض ان احنا اي حد يعمل معنا موقف إيجابي نشكره لأنه الشكر ده بيخليه على طول يستمر في هذه الإيجابات نشجعه على ان هو فعلا يستمر الأمر أصدقائي نطلع الفاصل بس قبل الفاصل عايز أقول كلنا منجوانا لازم نكون إيجابيين نحب حياتنا نحب أهلنا لخلي بالك لو حبت أصدقائك وحبيت الناس اللي بتقدمت دي إيدها ليك وتساعدك لو حبيت الشخص اللي بيوسع لك علشان تعدي بعربيتك الطريق لو شكرت الشخص اللي بيكنس الشارع علشان ينضف لك الطريق صدقني أي واحد فينا بيحس وبيشعر بالسعادة دي ويخلي الآخرين يشعروا بهذه السعادة أكيد أنا عايزة أقول لك هل حاجة محمد فعلا يعني أنا بحس بسعادة غير عادية لما بحس بأن أنا بقدر أسعد الناس أشوف لي ابتسامة على وشهم ده سعادتي وأنا أعتقد أن أي إنسان لو استمد سعادته من سعادة الآخرين هيعيش يعني في متعة غير عادية بجد يعني يا جماعة يريد فعلا نستمد دايما سعادتنا من سعادة الآخرين من طفل ممكن نجيله مثلا شوكولات كده فيضحك ويبتسم ويبقوا مبسوط إحنا هنبقى سعدة هنبقى سعدة لما فعلا نساعد الناس نقف جنبهم نرسم الابتسامة على وشهم ياريت ياريت يا أصدقاء نطلع فاصل ونرجع تاني ونكمل الحلقة بتاعتنا مع بشاير هنشوفها تقول لنا إيه النهاردة ورجعنا لكم تاني مع الفقرة المعظم الناس ممكن يكونوا بيحبوها وأكيد كلنا بنتمنى أننا نعرف في حاجات الأبراج دايما بتشد فئة من الناس أننا نعرف أخبارها نعرف توقعاتها طبعا الفقرة دي كان بيشاركنا فيها نيفين دايما بتقدم معنا النهاردة نيفين طبعا عشانش نعارفين حالة الجو اللي موجودة وبعض الناس بقى قدرت أنها خايفة أنها تنزل عشان المطر وحلح ستلك الفنانة سوسا مقتلة أنا بحب القدقل وإحنا كمان علشان نحب أن نبقى معاكم على طول ونحب أن نحن مترسلين فطبعا نجينا النهاردة علشان نكمل سوسا النهاردة إيه لا يتم بقى مع بشاير بشاير صباح الخير يا بشاير صباح الخير يا بشاير إحنا النهاردة بشاير بناء عن تليفونات كتير وواتس كتير طلبوا بإن إحنا نشوف برج الحوت إحنا بناخد اللي بيبعت أكتر يعني لما بنلاقي الطلب على الحوت أكتر بناخد الحوت بس هي الأسبوع الجاي هتقول العقرب مش بالطلب ده عشان هيدميلادي لكن إحنا النهاردة هي هتقررنا برج الحوت بشكل جديد ومختلف عن الأبراج تعالوا نشوف هتقول إيه هتعمل إيه النار دي وشاير حقر برج الحوت حقر برج الحوت عن طريق التروت يلا نشوف برج الحوت عدم مرحلة مش كويسة وكان عنده مشاكل كتير من أول السنة وورت نفسه في حاجات ودخل في متاهات هو ما كانش متعمد أن يدخل فيها جاي حلة حاجة عقدها أكتر ونفسيته ما كانتش حلوة دخل في مشاكل إيامة بسبب تفكير غلط بيحاول دلوقتي يتدركوا ويصلحوا ابتداء من أول عشرة فيهم ناس قدروا بتتغلب على ده وناس لسه نفسية من قوضة لقوضة الموبايل كل شوية قفلينه منطوين مش عايزين يتعاملوا مع حد مش عايزين يفتحوا الباب لحد مش عايزين يتكلموا مع أي شخص نفسيتهم مش كويسة فيهم ناس جاي لهم فرحة حلوة عن طريق فلوس ورزق جديد فيهم حد حيتولى منصب طبعا هو مش كل الناس حينطبق عليها ده بس هو حيعدي 80% النسبة بتاعتهم فيه ناس هتصلح أخطاء الماضي وتتوي صفحة وتبتدي في صفحة جديدة فيه ناس دخلص بسمرات حلوة قوي جاي لها رزق حلو جدا فيه حب جديد والحب القديم ربما يعود مع نفس الناس أو بشكل آخر مع حد أقدم عندهم مشاكل نفسية يعني دلوقتي في الوقت الحالي بس هم هيتحسنوا الأيام الجاية يعني ما نتعاملش معايا حد حوت الفضل لا هم خلاص هيتغلبوا لأنه هم المناصب اللي جاية لهم والفلوس اللي جاية لهم والحاجات اللي جاية لهم الجديدة الحلوة جي هتخليهم عملونا كويس هتخليهم يبقوا كويسين هتخليهم يبقوا كويسين وهترفع من معنوياتهم لأنه هم بروا بفترة صعبة قوي الفترة بتاعتهم كانت من أول السنة مش حلوة دلوقتي هم الحمد لله بدأوا يتأقلموا فيه ناس صلحت وناس بتعافر وناس طويت صفحات تانية وبدأت في استثمارات جديدة ومشاريع جديدة وبتحاول تقترع في الأفكار لأنه هم كانت دماغهم وقفت لفترة كده وكانت النفسية بتاعتهم مش مزبطة كتير الصحة الحمد لله كويسة عندهم هي بس كانت مرحلة إحباط فكانت عاملالهم حاجة كده زي شب تقوقع مع نفسهم أنه هم ما كانوش قادرين يتأقلموا مع الناس قوي فكانوا قفلين على نفسهم وكانوا في عزلة دلوقتي حيبتدوا أنهما يطلعهم العزلة دي ويبتكروا بقى بس دا شامل الحوت سواء كان ست أو راجل للاتنين يعني اللي بيتقلدها بينطبق على الاتنين في ناس هتاخد منصب حلو جدا هتجدد منصب وناس ثانية هتتجي لمشاريع كويس هيخشوا في مشاريع كويسة حينجزوا حيبقى عندهم فلوس حلوة يعني كلها بيزنة النفسية هتبقى حلوة يعني فترة دي أي حد في برج الحوت بيقدم على أن هو يعمل المشروع أو أن هو يبتدي يبتدي لأنهما لسه شهر عشر يعني هو لسه باجي يعني السنة كلها مع ما كانش حلوة هو لسه من عشر فترة نقاها كده فيما بعد إن شاء الله الثلاث شهر الأخار بتوى السنة هيبقوا معها حلوين جدا وحيددوا لوقتين كويسة ومكمل بقى للسنة الجديدة تمام يعني تفقلوا يلا يا برج الحوت بقى تمام همما كمان عندهم مش هقلر تباطات حلوة لأنهما كانوا يأسين من الناس اللي مروا بيهم فترة صعبة قوي وعملوا لهم حالة نيارة عصبية تمام تمام أصدقائي أنا عايز أقول معلومة مهمة جدا أوراق التاروت البشاير بتقرأ منها هو نوع من أنواع الأوراق وده علم قديم جدا بيتم استخدامه هي زي كوتشينا بالزبط بس الاختلاف ما بينها وبينه كوتشينا أن دي 78 وراءة بنضيف على احنا عندنا الكوتشينا 52 وراءة هي منوعة بمعلومات بسيطة جدا بدل احنا عندنا الأشكال المختلفة في الكوتشينا اللي أنت عارفهم الأشكال الأربعة آه طبعا اللي هو الشايب والبنت والولد مش كده ولا الأس أسوالي والأس باتي أيوة أيوة أسابي تاني لا منا جهلة فيه التاروة 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 بدل الهارت على سبيل المثال والأشكال المختلفة كارون بيبقى عبارة عن عصيان وصولجانات ونجوم وكؤوس ورسوم أشخاص ده بقى ده دي الأول من واحد لعشر بعد كده بنضيف عليهم الأشخاص بنضيف عليهم علامات مميزة دايماً اللي بيرتاروت هو اللي بيعرف أنا بأتكلم على إيه الورق ده ففي المرة اللي جاية هنشوف الورق ونشوف ورقة ورقة كمان ونقدر هعتي ورقة واحدة بس لا مش لا يعني كان واحدة كده بس ده شوي ده شوي فأنا يعني عايزين نقول يعني هنا ده غير القراءة الخاصة القراءة الخاصة بتبقى نفصلها بتاخد وقته أكبر ربما طبعاً يعني عايزين نقول في الورقة دي فيه هنا سيف السيف موجود يعني والسيف هنا ده رقم لو لقينا سيف واحد يبقى ده رقم واحد سيف اتنين هيبقى سيفين يعني لو السيفين موجودين في الورقة في رسمة الورقة نفسها في سيفين يبقى ده واحد اتنين تلاتة اربعة لغاية عشرة نفس الموضوع النجوم نفس الموضوع الكؤوس نفس الموضوع يعني هو عبارة عن بس الحلو في الورقة أو المختلف في الورقة عن كوتشينا أن كل ورقة لها رسمة بتدل على مدلول مختلف مين اللي بيعرف المدلول ده مش أي واحد ممكن يمسك هذه كوتشينا ويعرف الحاجات أو التعبيرات أو العلاقات ما بين كل ورقة و ورقة لا اللي بيعرف ده أكيد لازم يكون دارس يكون فاهم لأنه فيه طاقة ما بينه وما بين الورق فيه طاقة ما بينه وما بين الشخص اللي بيقراله ولازم يكون قادر وعنده القدرة على استحضار هذه الطاقة لأن المعاني كل معنى من المعاني اللي بيقراها من الورقة مهم جدا أنه بيفسر ويقدر يحل الشخصية بالشخص الوضعية أول مرة أعرف بالطروت ده من هنا من مشاير يعني أنا أول مرة أسمع به ما كانش عندي أي خلفية عنه بس أنا عايزة برج العقرب المرة الجاية الضروري عيد ميلادي وبعدين ده برجي وبرجي بنتي عايزيني أقرى العقرب معلش يا جماعة ممكن تستسنوا الحلقة الجاية إن إحنا نقرأ العقرب وكل العقرب بقى ينتظرون عشان يسمعون طبعا بشاهر هتقول لنا كلام حلو على العقرب المرة اللي جاية طيب بشاهر لو قلنا الإسبوع ده بسرعة هقولك أبراج وقوليلي عامل الإسبوع عامل الإسبوع ده معها إيه يعني هنقول الأبراج اللي تيجي لبما أنا مش كل أبراج ممكن لو قلنا نبتدي بالجدي الجدي حلو قوي بس هو كان عنده برضو حالة إحباطه هو تقريبا كده بتاع 80% من الأبراج السنة كانت السنة معهم مش حلو طيب فالجدي كان عنده حالة كده منتظر فلوس أو منتظر حالة خلينا في الإسبوع ده الإسبوع ده إتأجلت الحوت الحوت بيعافر بس هو دخل في مشروع جديد حلو وعنده حد كده بيروحه بيجي بس هو هيثبت معاه وحيبتدي يعني إيه يجرم على أنه هو تقوقع كده وسبه في حاله العقرب 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 حلو العقرب جي له حد أجيم العقرب كان مر بحالة انفصال أو حالة يعني حد يتوفى حد يطلق فهو في حد حبيب كان بيبعد ويقرب السنة دي حيقرر أن يرتبط لأن العقرب كان خايف أو من الارتباط التاني يعطى له السقر خلينا في الإسبوع ده آه طيب ما هو الأيام الجاية الحمل الحمل جايله فلوس حلوة جايله مشاريع لأنه هو واقع وعايز فلوس من أيسين طيب السرطان وبمزاج أيوة السرطان وبتركيز السرطان بيعافر بس هو اكتاز مرحلة كانت ضغوط عليه جامدقائي بس هو الأيام دي داخل في حتة كده إيه شبه حد بيختبره وحينجح في الاختبارات دي إيه الدلو الدلو كان طامح لحاجة ولسه في ناس بيتكلم معهم بياخدوا بيجي أنا بقوله خلي بالك من الشريك اللي هيخش جديد لأن الشريك ده حيكون طبعه أكتر فأنت تدينه فرصة أنه هو يقول رأيه بس خد أنت احتياطه الأسد الأسد بدأ يتنازل عن عرشه شوية والرهبة اللي كان عاملها للي حواليه لأنه هو الأيام دي في حتة أنه عايز حد يحتويه يعني كده قلنا معظم الأبروج ومعظم التوقعات بتاعت الأسبوع ده إحنا طبعا أكيد في انتظار مين اللي فايز من الأسبوع اللي فات الأسبوع اللي فات كان معنا الأسبوع اللي قبل اللي فات أنا بعتذر كان معنا أول حاجة مسابقة الفنانة عاملة خمس دعوات لخمسة من الفايزين علشان يحضروا العمل المسرحي المتفائل المتفائل فنشوف الأول مين اللي فايز من الخمسة الفايزين ونكمل كلامنا مع بشايد نشوف الأول الفايزين أصحابنا بسم الله سوزان إبراهيم سوزان إبراهيم مبروك ألف مبروك سوزان أمار علي أحمد أمار علي أحمد ألف مبروك أمار كده تنين محمد جاسر مجدي محمد جاسر مجدي مبروك يا محمد عبد الراضي ماهر حسين عبد الراضي ماهر حسين عبد الراضي ماهر حسين عبد الراضي عبد الراضي ماهر حسين عبد الراضي ماهر حسين وليد سعد عيدل وليد سعد عيدل مبروك يا وليد كده الخمسة طيب احنا كمان هيبقى معنا حد زيادة كان في حد بعثلي على الواتس وكان مصمم وكمان عايز يجي المسرحية مش عشان يتفرج المسرحية عايز يجي المسرحية عشان تصور مايكي يا سلام يشرف في أي وقت طبعا احنا ان شاء الله هبعت لك على الواتس ان انت هبعت لك الدعوة بحيث ان انت تحضر الاسبوع اللي جاي طب ايه يحضره امتا احنا عندنا العرض خميس وجمع وسبت من تسع مساء بس تسع تسع بنفتح سترى بالثانية والحد بيبقى متنين من سبعة ونص يعني انا اتمنى طبعا ان احنا نخليهم يوم السبت يوم السبت يبقى الاسماء اللي سمعت النهاردة يوم السبت هيبقى فيه دعوات هيروح المسرح بقساميهم موجودة وهيخش هيحضر عمل راقي جدا يوم السبت عندنا جويز موقع ايجيبالا.تكوم بيقدم في كل حلقة اتنين فيزين والاتنين الفيزين دول بيفوزوا بكوبون قيمته 250 جنيه ملابس من الموقع نفسه نشوف مين اللي فاز الاسبوع اللي قبل اللي فات ونشوف اسميهم مين علشان الاسبوع اللي جاي المفروض ان كل الفيزين اللي كانوا موجودين معنا سبعة من الفيزين هيروح يستلموا مرة واحدة الاسبوع اللي جاي كل الكوبونات او الملابس اللي هم المفروض ياخدوها اسحاب لنا كده اسمين بسم الله عندنا بيومي عمر الف مبروك رمضان سيد عماد رمضان سيد عماد احنا ما طلاش معنا غير واحدة بس سوزان اه سوزان طب خلاص الحمد لله ما هم من اول برضو مبروك عندنا مطعم وكافية تجور مطعم وكافية تجور كل اسبوع بيقدم لنا جايزتين دعوة العشاء لتنين فردين و250 جنيه جايزة اسبوعية سؤال الحلقة النهاردة بيقول ايه الالوان السائدة ايه الالوان السائدة في مطعم وكافية تجور لو عرفنا الالوان السائدة في مطعم وكافية تجور بتبعتلنا الرسائل على الواتس اللي موجود قدامنا او بتتصلوا بالكافية نفسه وممكن تسألوه على الالوان وهو يغششكوا لإجابة طبعا بعد ما نحرف مين اللي فاز هنطلع فاصل وهنرجع تاني ركزوا جدا في الاعلان علشان تعرفوا ايه الالوان السائدة في مطعم وكفيه تجور هنسحب الاتنين الفايزين أول اسم فاز بدعوة للعشاء لفردين عبد الكريم صلاح ألف مبروك عبد الكريم دعوة للعشاء لفردين في كفيه ومطعم تجور جمال شعبان أحمد جمال شعبان أحمد مبروك جمال شعبان أحمد ألف مبروك طبعا كده احنا أسماء كل الفايزين احنا هنتظر الإجابات على الواتس لمطعم وكفيه تجور وهنكمل إن شاء الله الأسبوع اللي جاي هيبقى معنا جوائز كتير ومفاجآت كبيرة جدا لأن إن شاء الله هيبقى معنا هقول من دلوقتي والفنانة ساوسة معرفة تنشيط السياحة هي تنشيط السياحة تواصلنا مع الإدارة هناك ومع الهيئة هتعمل لنا عشر رحلات لشرم الشيخ شاملة الإقامة الانتقالات مع برنامج كل الناس اللي بيسمعونا وهيتابعونا في كل حلقة هنقول سؤال وهنبع الجوابات وهنبع عد رسائل اللي بيطلع الرحلة شاملة الإقامة والانتقالات في أجمل فنادق في شرم الشيخ أو الغردقة على حسب الرحلة ما تروح لكن العشر أفراد في عشر حلقات إن شاء الله انتظرونا في الفترات اللي جاية هتلاقوا مفاجآت كتير مع وزارة الشباب الرياضة مفاجآت كتير مع هذه التنشيط السياحة وفلوس كتير وجوائز كتير لأن بيهميني جدا إن كل المشاهدين بتاعنا يبقوا بيسمعونا علشان نشارك مع بعض الموضوع اللي بنتكلم فيه وكمان مش بس يسمعونا يكسبوا معنا في الحاجات اللي احنا بنقدمها طبعا بشير عايز أقول قولنا حاجة تخلينا كده سوعة دلنهار ده يعني تحب تقولنا متفقلين أحب أقول لكم إن شاء الله الثلاث شهور اللي فضلين في آخر السنة دور حيب إقواتينا على كل الأبروك لأن هي السنة كلها ما كانتش حلوة في ناس كتير قوي كانت تعبانة السنة دي منهم الحمل مر بظروف صعبة والحوت والدلو والقوس في ناس كتير جدا من أبراج معينة أزو أزبين يعني كانت نفسيتهم تعبانة كان عندهم خسار مادية كان عندهم انفصال طب السرطان توجهه له رسالة خاصة تقول له إيه يعني يعمل إيه الفترة اللي جاية أقول له ركز قوي يعني مع نفسك أكتر من الصحاب لأنه هو بينجرح من نوم ودي بتأثر على رفسيته بتأثر على رفسيته يتعبى جدا يعني هو عاطفي وحساس قوي يعني كل الناس اللي بتسمعنا وشايفنا السرطان يخلي باله من إحساسه لأنه فعلا إنسان حساس جدا زياد عن اللزوم وبيتعامل مع ناس بتلقائية وبشفافية فحاول إن أنت ما تاخدش كل الأمور على عصابك يعني حاول تكون أهدى ده كلام بشايري اللي بتقول لا هو كل الأبراج المائية على فكرة لا والله حتى الحمل السناجي تأذى برضو يا فارق يا انفصل يا مع إن الحمل قوي الحمل ناري وده أول حاجة جنب المريخ يعني ده اللي بيقود كل الأبراج تقريبا معقول ده أكتر حد بدت بالسنة بقى ده من اتنين وطالع ماشاء الله معي الحمل وديع يعني طيب إلى حد كبير لا مش اكتش في عصابيته بقى هو عصابيته آه صح أنا كمان النهاردة استخدمنا التاروت في قراءة برج الحوت وبشار كمان لابسنا فستان عليه كل رسومات برج الحوت عن التاروت فطبعا إحنا يعني بنحاول إن احنا يا رب بنكون خفاف على المشاهدين يا رب بنكون بنقدم حاجة بسيطة تكون هدفة يا رب بنكون كل الناس اللي سمعت أسميها وفازت تكون مبسوطة ودايما على طول هنبقى في تواصل مع بعض أساسا أنت حبي تقولي إيه النهاردة لكل اللي بيسمعونا إزاي ندور على إيجابية في حياتنا ونسعد بيها غير ما أولا أقول لهم تفاقله التفاقل أهم حاجة نقوم الصبح من النوم نبقى متفاقلين إن احنا يومنا إن شاء الله هيبقى جميل وحيبقى سعيد لو إحنا نحاول لما نصحى ولما ننزل من بيتنا نحاول دائما نبقى بشوشين نبتسم في وجه الآخر زي ما إحنا عايزينهم يبتسموا في وجهنا يعني في يا جماعة الابتسامة صدقة الكلمة الطيبة صدقة نتفاقل بالحلو وبالجيد هنجده إن شاء الله بشير طبعا بنشكرك وفي انتظارك الحلقة الجاية ومفاجئات كتير شكرا أصدقائي انتظرونا الحلقة الجاية في مفاجئات كتير في الحلقة الجاية بجد وفي احتفالية وفي حاجات كتير جدا بتمنى أن انتوا تشاركونا فيها إن شاء الله انتظرونا الحلقة الجاية في برنامجكم كل الناس أشكركم